في ليلة العيد وبينما كان سكان بغداد يتجهزون لعيدهم كان للميليشيات وللأحزاب المتصارعة على السلطة رأي آخر انفجار دام هز سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد تباينت الرواية الحكومية بين عبوة الناسفة وحزام الناسف لكنها عزت الأمر للإرهاب لا يختلف اثنان في تصنيف الفعل كإرهابي وإجرامي بشع لكن مع الفوضة الأمنية في العراق بات المصطلح شماعة تنجي الفاعل الحقيقي الذي تتوجه له أصابع الاتهام بالنظر إلى توقيت الانفجار كلما اقتربت الانتخابات ضجت شوارع العراقيين بدمائهم فرسائل الدم هي الطريقة التي يتبادل بها شركاء العملية السياسية أرأهم لا سيما أن التفجير الإجرامي وقع عقب إعلان مقتدى الصادر انسحابه من الانتخابات المقبلة ثم تتساؤلات عديدة عن الهدف الحقيقي من التفجير وهل سيسمح للصدر أن يقفز من مركب العملية السياسية الغارق بعد أن شاركهم إياه لثمانية عشر عاما استعادة مشاهد التفجيرات المعتادة يراه ناشطون هذا العام انتقام ممنهج من المحافظات التي أعلنت رفضها لهيمنة الميليشيات وكأن الأخيرة تضع الناس بين خيارين إما أن نحكمكم أو نقتلكم وما حدث في مدينة الصادر مثال شاخص أعقب فاجعة الناصرية التي اتهم سكانها السلطة بالمسؤولية عن الحريق انتقاما من المدينة التي أضحت عاصمة لثورة تشرين وصوتا لا يخفت ضد الأحزاب الفاسدة فاجعة كهذه لن يدعها السياسيون تمر دون استثمارها لأهداف انتخابية من خلال محاولات بث الطائفية مجددا واتهام مناطق بعينها بالمسؤولية عن التفجير بينما يؤكد سكان مدينة الصادر أن القوات الأمنية لا تسمح لدراجة بالمرور دون تفتيش إلا أنها تسمح بمرور عربات الميليشيات المدججة بالسلاحة تتعدد مصائب العراق حتى لا يخلو أسبوع منها حتى بدت أيام الحداد متلاصقة ببعضها ذلك شكل من أشكال الديمقراطية التي وعد بها العراقيون بعد الاحتلال ترجمة نانسي قنقر